المقصديات لما تدخل مفروض تطلعنا لقدام ولا تاخدنا الوراء نحن في الحاجات الكوميدي يقول انت بقى هو الله يا حول أولا قاتل إلا بلا صناعة مهضرة وانا قلت ده مع حضرتك وبقوله في كل حتة لدرجة الناس بدأت تفكر ان انا امشي بقى في الاخر زي محمود وجهاد انادي عليهم يعني ده كلام ده كلام ما اسهله عليهم ان يروا جيدا حجم الرعايات التي تبحث عن النادي الاهلي بالارقام ده هنا بقى مش حكاية ان انا اهلاوي والتاني زي ملكاوي لا خالص نتكلم عن اقتصاديات كرة قدم شوف الرقم يقفز لكام شوف الدوري المصري لو انتظم شوف الدوري المصري والسوبر المصري وكل حاجة بالمصري الدوري المصري ترتيبه كم من وجهة نظرك على مستوى المنطقة مش هقول على مستوى قارة افريقية يعني انا متأكد ان احنا يعني على مستوى قارة افريقية الدوري بتاعنا اعتقد يمكن يكون من افضل خمس دوريات لكن على مستوى المنطقة عموما هي كرة في مصر بتلاحق دايما الاسمائية يعني التاريخها وحاضرها برضو بين بين فرقنا الاهل يتصدر دائما حتى لما تروح بطولات عربية في البطولات الافريقية والزمالك على مقربة طبعا المنتخب برضو بيلعب ساعات كتير نهايات رغم ان احنا بنبقى حسين ان راحين وراجعين ماشي يعني ففي النهاية في حاجات ما تقدرش تحصرها ومش هادر اقولك الدوري المصري الاول عربيا بينما هناك دوريات زي الدوري السعودي مثلا خليها نقول الحقيقة اكثر انتظام اهلي جدا نزل يا رجل مفيش هزار مفيش احتواء مفيش التواء مفيش اي حاجة حرف الواق ده معزول تماما لكن كمان مش قادر اقول ان الدوري المصري يقل عن هذا الا بايدينا فنحن لا نعد الملعب ولا نجيب عربيات شي للكورة ويقولك نروح بالصبر بتاعنا فينا عشان نعمله كرنفال واكا ان احنا مش مكتوب علينا يبعا عندنا كرنفال وشركات تهران وطنية تشتغل فتجيب المصريين يجوا يحضروا وترجعهم بتذكرة مخفضة بتهران شرطر طيب اخد منك عنوين ايجابيات اهم ايجابيات الموسم الاخير واهم السلبيات اللي احنا مفترضن ان احنا او ربطت للعمدية مع تحدي القرب لا فيش اي ايجابيات أنا قاسف يعني القوة الدفع واعلى مسؤوليات خلينا نتفق انه عودة الجماهي الذي انكم في المدرجات في الموسم الأخير نقطة ايجابية النقل التليفزيوني اول بس والتصوير كوالتي التصوير التليفزيوني نقطة ايجابية إن إحنا في العام 2022 الكاميرامان بس ما بقى لي يطلع من كاميرا ما كانش عندك يا رسول الموسم اللي قابله على طول كنت بتزياب كوالة التمانينات وتسعينات حتى الآن الحكام الأجانب بيوقفوا ويتصمروا قدام الفار عشان يلاقي زاوية لكن لو قلت لي يعني عايز رقم 5% 5% طبع يعني المريض على أجهزة التنفس بقى يا إما بقى فريد طبي لسه كنت أقول لك مش مستحيلة لو الفريد طبي كونسولات كده يبقى موجود على طول وعمال يتابع بالأرقام واللي بقولك عليه ده يا أخي قص النجيلة يا أخي اعمل البوابات اللي انت بتروح تلاقيها عند أشقاءنا العرب ولا أنا متزعلان منهم بالعكس أنا بفرح بنجحتهم على مقربة مننا والأدهش والأكثر يعني بقس إنه بقادي 60-50% مصريين يا أخي يا للعجب يا للعجب العجاب لكن هنا كله قاعد بيشتغل شغلانتين وتلاتة تلاقيه في الربطة وهو مع شركة وهو مع نادي وكله قاعد يطلع يفسرنا تفسير إيه يا جادة عم تقول كده مش عاجز ما هتعرض مصالح إزاي يا عم؟ يا عم قاتوا حاجة وترجموها وطبقوها واحنا مطلوب مننا نقعد نقول للناس كلام الناس بقيت بتفهم والشباب في القلب منهم خلاص العوالم تفتحت يا جماعة ما فيش مش هينفع مش هينفع يبقى نص نص مش هينفع والناس بتتكلم مع بعض بتاع محتوطة هنا كده مش بقى موبايل كمان قد كده وانت لسه بتقول له هابعت فاكس هنهرج خلاص انت محتاج النقلات دي وهدي النقلات تحتك قرار سيادي لان دي صناعة انا بقول لحضرتك الدور المصري منتظما بتراهن عن نسخة جديدة بتراهن يعني عندك امل مستني حاجة ولا متوقع انه زي ما عبيت زي ما بروز وكل واحد هيلتف حول مجموعته الاعلامية علشان اي حاجة عملها يبقى واو لو خدم واحد معاه الاستاذ ولقى واقف كده عشان مش عارف يارد تذكرة لك وقد وقف احمد سمير وقرأ للرجل التذكرة يا استاذ انا مش هراهن الا لما شوف هسقف وهقول وهمشي سعيد بيهم لكن يقدمو لنا حاجة على قد مصر يقدمو لنا حاجة على قد ما بيقدموا نفسهم وهو حاطة بج انه واحد من اللي بيديروا الكرة المصرية طيب نقطتين مرتبطين ببعض هحطهم في سؤال واحد واحد هل شايف انه غياب او ابتعاد جزء كبير من قاعدة الاندية الجماهرية على المشاركة في البطولة اثرت على مستقعها وعلى قوتها اتنين هل بتشوف انه التوزيع الجغرافي للاندية اللي بتشارك في البطولة نفسها اثرت برضو على قوتها وخليني يشوف معاك واستعرض معاك على الشاشة دلوقتي شكل التوزيع الجغرافي للاندية ونسبة الاندية الجماهرية اللي بتشارك في بطولة الدوري اهم بطولة محلية وتأثير ده اسمع وجهة نظرك بقى تأثير ده على فكرة القدرة على الاستثمار على الانتشار الجماهيري على السياحة الداخلية عندنا التوزيع الجغرافية لاندية الدوري الموسم اللي جاي ده على طول عندنا عشر اندية من القاهرة اربع اندية من اسكندرية نادي وحيد من اسوان نادي وحيد من الدلتة هو نادي المحلة ونادي او ناديين من منطقة قناة السويس او من منطقة القناة نادي الاسماعيل ونادي بورسعيد على اقول ايه ما انت لسه من شوية كنت عايزنا راهن راهن على ناس مش قادرة تطلق صيحة الشراكة بين الناس اللي عايزة تشتغل بيزنس وكرة القدم والاندية الشعبية هو نادي ايكس ده يلعب كرة ليه ما تروح يا عم تحط اشارتك على الاولمبي وتشاركه وتكسب اكتر من اللي بتكسبه دلوقتي بس هيبقى عندك زبون تبيع وتشتري معاه مايروح الاخر الاقرب ليه خط القناة ويشوف السويس ويحط البراند بتاعه ويشارك السويس يستغل هو لغاية عشر سنين لانهم عندهم ادارات شطرة وعملوا في اوقات سابقة ما يعني ركب يعني ادوات تنفس صناع للكرة المصرية من ملاعب من منشآت شطار مفيش كلام بس انت لو برا مش هتلعب مش هتلعب دوري محترفين مش هنهزر ومحدش قادر يتكلم عشان كده املي في طانين يعني ايه اللي انت لو برا مش هتلعب مفيش حاجة اسمها نادي مالوش جمهور مالوش قعدة جماهرية طب قولي هيبيع ويشتري ايه غير المضاربة على لاعب يعني انا النهاردة لو اشتريت نادي نيو كاسل انا عندي شركة اسمها اكس نا نيو كاسل اسمه ايه حضرتك اه انا بقول لحاك ماينفعش اقول النادي نيو كاسل ده بقى اسمه نادي اكس اللي هو الشركة بتاعتي اكس نيو كاسل اه تمام بس بقى ماينفعش تروح تشتري نجوم العالم ها وتأجر ملعب وتقول ده انا ده احمد سمير اه او الشركتك قلت اسمها ايه عشان منسا اكس واي زد مثلا اكس واي زد لا عشان اقولها صح اكس واي زد شركة اكس واي زد اللي صاحب احمد سمير واولاد ها ماينفعش تشتري نجوم العالم ها وتعمل لهم نادي وتقول لي يا بفلوسي لا ممنوعة كل الاستثمارات العربية يا صديقي لم تشتري نجوم وملعب وتعمل نادي انت بتبتزم لان الموضوع حساس لكن انا لازلت في انتظار قرار سيادي وبقول لك قبل ما حد يزايد علينا هيكسابه اكتر انت بتكلم على المستثمر نفسه اللي دخل يستثمر وايه موجودة في الجدول بس عشان مظلمش اسمي بعينه يعني كلهم انا بقول لحضرتك الجمالة العمومية دي لو اكسر جرأة واشتكت عن هذا الدوري اكس يا استاذ لما اسوان تطلع تلعب ويروح فريق المنصورة مش هقول الاهل والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والبصري البقى لا يشتغل يا عم دي ناس طيبة ما عندها السوبر ماركت ولوكندة المنظرة هتشتغل وفي ناس هتروح مش ناس بواجبة بقى مش هنهزر احنا هنقعد نضحك على نفسنا الموضوع محتاج جراحة وده مش تشكيك في حد اللي بيدير ده صح يقدر يدير التاني صح طيب خلينا نبعد عن جزء دي او هقفل الجزء دي لا انا فاهم طبعا انها يعني واحدة من مربط الفرس زي ما بيقولوا او جزء اساسي من اصلاح الخلل العظيم جدا اللي في المنظومة بس انا عندي كل الاستثمارات العربية بس عشان ايه هرحنا هرحنا اهلين العرب بيعملوا ايه كلها اشترت المان سيتي باريس سان جيرمان طيب ليفر كول ولم يستطع نيو كاسل انه ياخد لعيبة ويقول بفلوسي صحيح ويلعب كورة لا انا بس هقول يعني لما قلت نبعد عن ده لانه ده بعيد كل البعد عن المضمون يعني انا راهن انه ده مش هيحصل بداية من الموسم اللي جاي مش اللي جاي لكن لكن انا بقولك ان دي واحدة من اهم علامات نتفق معي ان كورة القدم تعود عارف ليه لانه النادي ده هيجيله كام عشر تلاف واحد في الاختبارات بينما لو هو نادي تخوم المحافظة وتخومها هيجيله مش اقل من نص مليون